اشتركوا في القناة نذهب الى موسوعة جد مهمة هذه الموسوعة تتطرق الى جزء من الوطن العربي والاسلامي هذا الجزء الذي اغتصب منا ومن خلال هذه الموسوعة يؤكد الكاتب على اصالة هذا المكان وكينونة هذه المنطقة من خلال رجالها الذين استطاعوا ان يسطروا وايضا ان يبدلوا الكثير للامة العربية لغة وفنا وادبا نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الموسوعة في البداية قبل نتعرف على موسوعتنا نذهب الى تقرير يعرفنا بكاتب هذه الموسوعة ومن ثم نتعرف على هذه الموسوعة ولد الكاتب والباحث جهاد احمد صالح في شهر مايو من عام 1948 في احدى قرى رام الله وعاش في مدينة اربد شمال الاردن حيث تلقى تعليمه هناك وفي عام 1968 التحق بصفوف الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبالاضافة الى حمله السلاح من اجل تحرير فلسطين تبوأ مناصب ومواقع عدة فهو عضو الاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين وعضو مجلس امناء ملتقى المتقفين المقدسي وعضو مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية جهاد احمد صالح له العديد من الابحاث والدراسات والكتب الا ان موسوعة رواد النهضة الفكرية والادبية واعلامها في فلسطين تعد من اهم مؤلفته حيث استغرق العمل فيها نحو 12 عاما تناول خلالها اكثر من 220 شخصية فلسطينية مما لهم بصمات واضحة في مجمل الحياة الفكرية والادبية والابداعية في فلسطين على مدار نحو 100 عام قسمها الكاتب الى مرحلتين الاولى اطلق عليها مرحلة الرواد وتوزع هؤلاء الرواد في مجالات عدة في الرواية والقصة والشعر والادب والفكر اما المرحلة الثانية فقد اطلق عليها اسم مرحلة الاعلام وهم الذين استفادوا واضافوا الى ما قدمه الرواد اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله في هذه الحلقة اذا الموسوعة هي بعنوان رواد النهضة الفكرية والادبية واعلامها في فلسطين نرحب اذا بضيفنا الكريم الاستاذ جهاد احمد صالح مؤلف هذه الموسوعة مرحبا بك استاذ جهاد شكرا وشكرا لهذه الاستطافة الجميلة اهلا وسهلا بك كذلك نرحب بالكاتب والناقض الاستاذ اسامة مرة مرحبا بك استاذ اسامة احمد بك تحياتي في البداية استاذ جهاد هذا الكتاب او هذه الموسوعة الان نتحدث عن جزء اول وجزء ثاني وكما علمت من قبل قليل انك مستمر في استكمال هذه الموسوعة لماذا بدأت في هذا المشروع دعنا نقول لا نقول فقط المؤلف بينما هو مشروع مرتبط باجزاء كثيرة واسماء عديدة لماذا بدأت هذا المشروع اولا انا بدأت حياتي كمناضل فلسطيني مناضل في كل الجبهات واخيرا اخترت هذه الجبهة الثقافية العريقة التي تربطها بفلسطين وذلك بعد ان تحاول اسرائيل بكافة الجهود وكافة الوسائل وكافة الاساليب محاولة ادعاء ان فلسطين هي رواية تاريخية لليهود وهم جاءوا الى فلسطين لم يكن فيها شعب ولم يكن فيها هي رد على مقولة جولدا مئير التي تقول ان فلسطين عندما اتيناها كانت بلا شعب واحيانا يقولوا بدوا روح المتنقلين في المدن فاردت ان اثبت للعالم بعد ان حدثت النكبة وتوزع الفلسطينيين اردت ان اثبت للعالم ان هذه البقعة التي كانت تضج بالاعلام الفلسطينيين وبالرواد الفلسطينيين وبالشعب الفلسطيني كانت جديرة بهذا الاحترام وانتجت من رواد الفكر والادب في فلسطين مجموعة كبيرة انضموا الى الرواد العرب الموجودين في الدول المحيطة بفلسطين جميل جميل استاذ السامة في رأيك همية ان يكون هناك مثلا موسوعة مثل هذه الموسوعة لأسماء لامعين بارزين في تاريخ هذه المنطقة منطقة فلسطين وهذا المكان المهم جدا للعالم العربي والاسلامي ذكر اسماء كثيرة ربما بعضها سمعنا بها وبعضها لم نسمع بها اهمية ان يؤكد على الجهد الثقافي والادبي لمثل هذه الاسماء من خلال وجودهم في فلسطين في تلك الفترات كما يقال امه ليس لها مواضي ليس لها حاضر او مستقبل والشعب الفلسطيني جزء من الام العربية ولا اعتقد انه هذا الشعب كما تفضل استاذ جهاد كان طارق على الارض الفلسطيني اذا لم نذهب يعني عميقا في التاريخ كون ارض مباركة حيث يقول جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله القضية انه ليست فلسطين ارض من الوطن العربي انما هي الارض المباركة في كل الوطن العربي ولا شك انه اي شعب من الشعوب على هذا الكوكب الو من رواده الو من حضارته عبر كافة المراحل الزمنية نعم ونحن جزء من هاي الامم وبتقدير المأساة اللي بتتعرض لها القضية الفلسطينية لا تتمثل فقط في الاستيطان الاهتمام للشعب الفلسطيني وقياداته مدعومة من قيادات الامة العربية على مر التاريخ ظلمت الواقع الثقافي الفلسطيني لانه معظم التركيز كان على المستوى الاعلامي على مراحل العمل والوطن عبر كافة مراحله التاريخية هون اجت بتأديري مبادرة للأستاذ يعني جهاد صالح لتسد ثغرة كان مناطب المؤسسات الثقافية الفلسطينية لانه مرنا فترة ازدهار ما بين الستينات نهاية الستينات حتى 82 حتى الاشتياح الاسرائيلي للبنان ورغم قلة مراكز البحوث والدراسات الفلسطينية الا انه بقيت هناك يعني جذوات استطاع من خلال بحث عميق وجهد للأسجهات ينجح في تكريس مثل هذه الموسوعة التي اعتقد انها ضرورية للشعب الفلسطيني قبل ان تكون ضرورية للاشقاء في الدول العربية ولمسيرة الابتاع الإنساني كيف بدلت الجهد من اجل البحث عن المصادر خاصة اذا ما كان هناك المصادر قليلة او حتى الدعم الحكومي غير موجود او حتى المشاركات الثقافية توزع كثير من المثقفين الفلسطينيين في كثير من اقتال عربية كيف استطعت من خلال مدة زمنية ليست من قصيرة عشر عاما ان تبدأ مشوار هذه الموسوعة حقيقة انا هذه الناحية بالذات بدلت جهدا كبيرا للتغلب عليها خاصة انه كما يذكر الاخرين انه بعد الـ 48 اسرائيل قامت باحراق كافة المكتبات ومصادرة كافة الجرايد ومصادرة كل دور النشر ووسائل الاعلام اللي كانت متوفرة بالنجة فخاصة الرواد القديمين فبدلت جهد كبير للوصول اليهم سواء عبر الكتب سواء عبر الوصول الي بعض العائلات بعض الموجودة في فلسطين والموجودة خارج فلسطين لاخذ معلومات ولمعلوماتك انا بدلت خلال هذه الفترة لا يقل عن 8 سنوات تجميع مواد من بداية الموسوعة حتى الان وهو عبارة عن ملفات اضع لكل شخص او لكل رائد انا حصلت على معلومات منه اضعها في هذا الملف قبل صياغتي بالكتابية فهذا الجهد حقيقة اخذ مني وقت طويل من البحث ومن الدراسات ومن الموازنات خاصة انه في كثير من الكتاب كانوا يكتبوا في صحف عربية وفي صحف اجنبية استطعت من خلال المواصلة يعني في فترات زمنية كانت قديمة نعم في القرن التاسع عشر عندما نتحدث من عام 1820 إلى 1880 أو 1829 إلى 1880 كان هناك قلة في المصادر ان تبحث عن الناس نعم كان في قليل جدا في ذلك الوقت لكن بمساعدة الاخرين وبمساعدة المراكز الابحاث وبمساعدة الجرائد القديمة استطعت من خلال مواصلة البحث المستمر اني اصل الى المعلومات وطبعا انا لا ادعي لان العمل اللي انا قمت فيه ليس عمل ببلغرافي هو عبارة عن السيرة الذاتية والسيرة انا كاتب دراسات عن كل عالم من الاعلام وعن كل رائد من الرواد جميل دراسة عبارة عن سيرة الذاتية موقفه الوطني وايضا البصمات التي تركها إلى الثقافة الفلسطينية وإلى الفكر الفلسطيني فهذا يحتاج إلى دراسات مطولة من خلال وعمل ببلغرافي أولا ودراسات وأبحاث ثانيا جميل استاذ السامي شكر لدائر الثقافة والإعلام على اهتمامها بمثل هذا الاصدار ومثل هذه الموسوعة ودعمها لطباعة مثل هذه الموسوعة وان شاء الله استكمال ما سوف يأتي إن شاء الله من الأستاذ جهاد في اهتمام دائر الثقافة في هذا الجهد المعرفي والأدبي مرات ذلك توجيهات صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارق الذي عبر مسيرته منذ طبوع سمو الحكوم أسوة بالعديد من القادة يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية ومن هذا المنطلق هذه ليست أول مبادرة تقوم بها ذائر ثقاف الإعلام منذ عقد حوالي عقدين من الزمن طبع على نفقة سموه كتاب القدس إليكم الحقيقة من أربع أجزاء وتم تعميمه أيضا إضافي إلى كتاب أحجار على رقعة الشسترانج وتاريخ اليهود في فلسطين كان طموح صاحب السمو أن تتشكل مكتبي فلسطيني لدى كل بيت وتم منذ ذلك الحين تعميم هذه الإصدارات التي وجه سموه فيها إلى كافة الوزارات في الدولة والجامعات والسفرات والإعلاميين حتى نمتلك حقائق ونوع من الفكر الذي يعزز الوعي لدى كافة أبناء الشعب العربي ليس أبناء الشعب الفلسطيني وأتت هذه المبادرة تكريس لهذا التوجه دون أن نغفل مسيرة العطاء الشارقي للقضية الفلسطينية ثقافيا تمثل ذلك في إصطدافة كبار المبدعين منذ تأسيس ذلك الثقافة والإعلامي حتى الآن من كتاب وكاتبات روائيين شاركوا في كافة المواسم مشاركات فلسطين بمعرض شرق الدول الكتاب أو أي أي تظاهرة ثقافية فلسطينية تتحمل ذلك الثقافة والإعلام نفقتها وهناك لحظة مفصلية كانت وضاءة حين تسلمت القدس عاصمة الثقافة العربية من دمشق تم تسليم الشعلة بوجود حضرة صاحب السمو في قصر الثقافة بالشارقة وتلك سابقة لم تحصل حتى الآن بين العواصم الثقافية العربية جميل جداً فمبادرة الدائرة أو تبني الدائرة لهذا الموضوع تصب ضمن هذا السياق وفي هذا المسارج بارك الله في هذا الجهد أستاذ جهاد نذهب إلى أول شخصية ذكرتها في هذا الكتاب أو في هذه الموسوعة بالأحرى وهو يوسف ضياء الدين الخالدي هذه الشخصية التي اعتبرتها من أبرز الشخصيات الفكرية وأحد رواد الثقافة والأدب في فلسطين من هو يوسف ضياء الدين الخالدي أستاذ جهاد؟ يوسف ضياء الدين أحد الرواد الفلسطينيين الأوائل وهو ولد سنة 1929 نعم وطبعا من عائلة الخالدي وعائلة الخالدي بفلسطين كانت مشهورة بالعلماء وبالأدباء يعني بالثقل الثقافي والإعلامي في ذلك الوقت نعم وطبعا نتيجة موقعه بهذه العائلة ونتيجة موقعه في فلسطين استطاع انتخبوه أهل فلسطين واستطاع أن يكون عضو المجلس العثمانيين اللي هو المجلس النواب البريطاني لدورتين متواصلتين في المجلس النواب النواب العثماني النواب العثماني في سويسرا وستطاع أن يأخذ عدة جواز أهم شيء عمله يوسف الخالدي في ذلك الوقت أنه الولاية العثمانية أرسلته إلى الأتراك إلى ديار بكر وديار العثماني اللي هي في ذلك الوقت ووجد أن الناس تحكي لكن لا يوجد قاموس لهم فاستطاع من خلال معرفته باللغة المبكرة في ذلك الوقت استطاع أن يعمل قاموس للغة التركية استطاع اللغة التركية؟ اللغة الكردية الكردية في الدولة التركية وسمى كتابه هدية السلطان للأكراد الكتاب الذي يسمى وكان هذا بداية وحتى الآن القاموس الكردي أصبح مرجع للأكراد أصبح مرجع حتى الآن هو موجود ويدرس وطبعا بدأت الموسعات الأخرى لكن البداية كانت من جهد عربي فلسطيني نعم من جهد يوسف الخالدي اللي أسس القاموس الكردي في الولايات اللي قام بها موسوعة جدا تؤكد على أيضا الجهد ليس فقط في إطار عربي وإنما حتى في إطار قومي لمنطقة حول المنطقة العربية كالأكراد مثلا أستاذ سامي ونعقليني الواقع أنه من خلال حتى أكون شفاف يعني وصادق من خلال تصفح سريعة للموسوعة أعتقد أنه وبدون مجامل لأستاذ جهد المجموعة هي الموسوعة تكرس موضوع الدفاع عن الذاكرة الفلسطينية ووفاء لتلك الذاكرة لنأخذ في عين الأتبار الظروف أيضا الموضوعية اللي كانت تتواجه الرواد في ذلك الحين حيث كان المنطقة العربية تقع تحت الاحتلال بين مزوجتين العثماني وما رافق ذلك من ظلم على كافة شعوب العربية وكانت تلك الشعوب محرومة من التعلم والتعليم إلا ما ندر فهؤلاء الرواد بمثابة القابضين على الجمر في تلك الأثناء والملاحظ من خلال القراءة الموسوعة أن كل رائد من الرواد يشكل جيش من المثقفين هو بحد ذاته موسوعة متكاملة حيث كان يترافق التعليم مع الثقافي والمصطلح المثقف اللي احنا منعتبره مثقف عضوي كان بالفعل منبثق منذ ذلك الزمان نظراً لتأثير الرواد في محيطهم وبيئاتهم لتدني مستوى الوعي العام لدى الشعوب يعني بعد يوسف الخالدي يجي روح الخالدي أيضاً كمل مسيرة الخالدي الأول أيضاً بعين الاعتبار فيما بعد إذا تواصلت يعني عدل الحذر من غضب الأتراك وجهوا ظلم الاحتلال البريطاني يعني في الأجزاء الأخرى من المجموعة وفيما يلي القمع الصهيوني الصهيوني لمثال هذا النشاط الثقافي والأدبي كل رائد من الرواد بمثابة فدائي على المستويين الديني والقومي لأنه كانوا يدافعوا عن دينهم وعن قوميتهم عدى إيمانهم بوطنهم ممتاز إذا تسمحوا لي سوف نخرج إلى فاصل بعده نذهب إلى أحد الرواد الآخرين ربما ذكرت أيضاً الأستاذ إبراهيم الصباغ رحمه الله كذلك أديب القاهرة وصبته نريد أن نتعرف عليه لكن بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج حضرة الكتاب وما زلنا مع هذه الموسوعة موسوعة رواد النهضة الفكرية وأعلامها في فلسطين للأستاذ جهاد أحمد صالح أستاذ جهاد قبل الفاصل توقفنا عند أديب القاهرة كما وصفته في الموسوعة الأستاذ إبراهيم الصباغ أيضاً نود لماذا وصفته بأديب القاهرة ومن هو إبراهيم الصباغ أولاً ليست أنا من وصفه بأديب القاهرة بل هم الكتاب والشعراء المصريين اللي كانوا وصفوه بهذا الوصف أنا اخترت هذا الوصف بين عدة تلل في ناس سموه فولتير القاهرة في ناس سموه يعني عدة أسماء وأنا اخترت هذا الاسم اللي قدموا النقاد وقدموا الشعراء وقدموا الكتاب في فلسطين جميل أولاً هو ولد بفلسطين بـ 82 تقريباً ألف وثمانية 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 ألف وثمانية وثمانية وذهب إلى القاهرة لكي يدرس وهناك طابت له المقام وظل مقيم في المصر بعد أن تعرف على مجموعة كبيرة من الكتاب ومن الرواد والشعراء المصرية وبدأ بالفعل يكتب الشعر وكتب أهم شيء طليعة اللي هو المجموعتين من الطليعة كتب مجموعة من الشعر ودخل بأروقة الخلافات الثقافية اللي كانت موجودة داخل القاهرة وأصبح جزء لا يتجزأ من القاهرة رغم وجود الحلم الفلسطيني اللي كاتبوا في الكثير من القصائد اللي هو التحدي الصهيوني والتحدي البريطاني والتحدي اللي كان موجود في ذلك الوقت هو النقل المأساة الفلسطينية من فلسطين إلى القاهرة وبدأ كثير من الرواد المصريين يتعاطفوا مع القضية الفلسطينية من خلال وجود الصباح جميل جميل هناك طبعا أسماء أخرى أدرجتها كثيرة هي الشيخ يوسف النبهاني سعيد الكرمي أيضا المعلم نخلة زريق كذلك الشيخ خليل الخالدي وروح الخالدي كلهم من أسرة الخالدي أريد أن ألقي الضوء على روح الخالدي جميل روح الخالدي هو من الشخصيات الفلسطينية الذي أسس الثقافة الفلسطينية بالمعنى الحقيقي وبالمعنى الفكري وكل ما تلا روح الخالدي كلهم أخذوا من روح الخالدي ومما قدمه روح الخالدي في كثير من الكتابات التي كتبت عن الأدب المقارن بالوطن العربي للأسف لم يذكروا اسم روح الخالدي كرواد الأدب العربي أو الثقافة العربي كرواد الأدب بناحية الأدب المقارن وحديثا تم اكتشاف أن أول من بحث في الأدب المقارن هو روح الخالدي يعني أريد أن أقول لك أحد كتبه اللي هو علم الأدب ولأول مرة تستخدم علم الأدب في الحضارة يعني بين كمصطلح يعني كمصطلح علم الأدب وأيضا قارنوا بفكتور هيجو يعني هو أيضا درس بالاتحاد السوبيع بفرنسا وتخرج من من فرنسا وقارن كل ما أخذ فكتور هيجو من الشخصية الفلسطينية ومن التراث الفلسطيني ومن الشعر الفلسطيني اللي سبقه وقارن ما بين الثقافة العربية بالشعر الجاهلي القديمة وما بين ما وصل إلى الغرب من إبداعات جميل مرتبطة كل الارتباط بالشعر الجاهلي هذا كله جهد روحي الخالدي روحي الخالدي روحي الخالدي المعاصرة في حينها أيضا ساهم في تأسيس الثقافة الفلسطينية اللي وضع الأساس والبنى للثقافة الفلسطينية اللي هو خليل السكاكيني خليل السكاكيني أتذكرت أيضا في هذه الموسوعة نعم موجود بالموسوعة وهو من الذين أسسوا الثقافة الفلسطينية بمعناها الإنساني وبمعناها القومي وبمعناها الوطني وكثير من الرواد عندما جاء خليل السكاكيني وكان المضاد أو الصنو إله هو محمد إسعاف الناشاشيبي لكن محمد إسعاف الناشاشيبي كان قوي وكان موسوعة في علم الأدب وكان يريد أن الناس تكون محافظة خليل السكاكيني إجاء بانفتاحه العام متأثرا بالغرب ومتأثرا بالمدارس الغربية وبدت ظاهرة التجديد والمحافظة في التيار الفلسطيني بين هذين الشخصين وكانوا أصدقاء حميمين وكانوا دائما مختلفين بالتوجه كانت هذه بداية الصحوة في الثقافة الفلسطينية التي حملها هؤلاء الرائدين واستمر فيها خليل السكاكيني بينما محمد إسعاف الناشاشيبي كان فارس ولكن لا يوجد فرسان حواليه لأن السكاكيني كما تفضلت وذكرت ضمن بحثك ومعروف عنه له مقولي أن معركة السلاح سهلة لكن صناعة العقول هي الصعبة طبعا وكان يركز على عملية بناء الإنسان أيضا أستاذ أسامة هنا في هذا الكتاب لم يغفل الكاتب أيضا الفئات الأخرى هناك أيضا تحدث عن قس لم يتحدث عن الشخصيات الإسلامية حتى الشخصيات المسيحية التي تشكل مجتمع فلسطين بشكل هناك تحدث عن القس أسعد منصور الأستاذ جهاد فتأكيد على أنه أيضا كان موضوعيا في طرحه في تقديمه لهذه الأسماء في الموسوعة في المقول الزيادة ومحمد عزة دروزة ومجموعة من المفكرين الفلسطينيين اتناولوا دور المسيحيين العرب ودورهم الفاعل في الثقافة العربية الميزة التي يتميز بها الأبناء الشعب الفلسطيني أنه يتجاوزوا موضوع الطائفية والمذهبية ونتعطى فيما بيننا كأبناء وطن يعني نركز على المواطني في هذا السياق بتأدير ضمن تلك المرحلة التاريخية يعني معظم المناطق كانت كما قلنا تحت سبات يعني الاحتلال العثماني بس الكادر الطليعي اللي انبثق من مناطق المشرق قلب الشرق العربي وبالذات أبناء الشعب الفلسطيني جاوزوا هذه التفرقة وإذا بدون يكون لدينا قراءة دقيقة حول دور المسيحيين يعني نعتبرهم حماة اللغة والثقافة العربية سواء في فلسطين أو مدنان جميل من آل معلوف وغيرهم من القسار اللبنانية جميل جدا هنا أستاذ جهاد لو تحدثنا عن القصة أسعد منصور أيضا من الشخصيات التي ذكرتها في الكتاب من ضمن رواد النهضة الفكري والأدبي قبل ما أتحدث عن القصة أسعد أريد أن ألف النظر استكمل في ما قاله أخي أسامة أولا بفلسطين لم يكن فيه هناك أي خلاف طائف أو أي تفرقة ولا أي تفرقة ولا أي كذا فلذلك حتى الآن اللي تقول التسامح الإسلامي والتسامح الديني والتسامح الشسمه بفلسطين غير موجود لأنه كله كان عضو واحد غير موجود بقصد أنه لا توجد مثل هذه الحزازيين لا توجد نسامح حدا ولا حدا أريد أن أقول شيء أول مظاهرة بفلسطين ضد الاحتلال وضد البريطانيين وضد كانت فيه 1921 الذي وقف على جامع الأقصى هو خليل بيدس وهو مسيحي وألقى كلمة مشهورة ضجوا العالم وضجوا كل الناس وذهبوا في أول مظاهرة وتم التصادم ما بين الفلسطينيين والجسوى والذي ألب الناس هو خليل بيدس المسيحي أيضا نقطة ثانية وهو زريق قسطنطين الزريق كل الرواد تربوا على إيده كل الرواد الفلسطيني تربوا على إيده وهو ليس فلسطيني هو جاء من لبنان وجاء إلى فلسطين وبدأ يدرس اللغة العربية وكان متمسك باللغة العربية هذا من ناحية من ناحية ثانية كثير من الرواد كانوا من أصل مسيحي لماذا؟ لأنه كانت المدارس الإصلاحية والمدارس الدول الاستعمارية كانت تتدخل فيها في نهاية الحرب العالمية الأولى وفي نهاية الحكم العثماني كانوا تغلغلوا بفلسطين وكل الوطن العربي ففلسطين كونها مقر الديانات كان كثير من المراكز التعليمية موجودة فيها وكانوا على الأغلب يكونوا مسيحيين إلى أن جاءت الجمعية الروسية الفلسطينية وبدأت تأخذ المواطنين العرب بدأت تأخذ المواطنين المسلمين الفلسطينيين واندمجوا في هذا أما بداية النهضة الفلسطينية والنهضة الثقافية في فلسطين كانت بفعل الرواد اللي غالبيتهم مسيحية ممتاز أسعد منصور وأسعد منصور أيضا من خلال هذا وأسعد منصور كل الذين يكتبوا عن يافا ويكتبوا عن عكا ويكتبوا عن الجوال لابد أن يعودوا إلى كتابه الموثوقي الذي عمله في ذلك الوقت وهو أول كتاب في الجانب التوثيقي الجانب التوثيقي لجأ إلى كل الكنائس وإلى كل الجوامع وإلى كل وجاب أسماء القرى وأسماء الناس وأسماء المواطنين الذي ذكرهم وذكر في يعتبر كتابه كتاب موسوعي في ذلك الوقت جميل جدا إذن نحن بعد الفاصل أستاذ جهاد سوف نتحدث عن أيضا لماذا خلا هذا الجزء عن شخصيات نسائية وبعده نكمل إن شاء الله حلقتنا في البرنامج بس قبل أن نستمر في هذا أريد أن أذكر أن ما قلت عن قسطنطين الزريق هو نخل الزريق وليس قسطنطين الزريق جميل جميل نخل الزريق شكرا 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 إذن بعد الفاصل نواصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج في حضرة الكتاب وما زلنا مع هذه الموسوعة الجميلة والرائعة موسوعة رواد النهضة الفكرية والأدبية للأستاذ جهاد أحمد صالح هنا في فلسطين أستاذ جهاد كنا سألنا أنت لم تقسم هكذا الأجزاء لكن في الجزء الأول خلت الأسماء من شخصية نسائية لكن جزء الثاني هناك مي زيادة تدخل لماذا في رأيك البدايات لم تكن فيها شخصيات نسائية؟ هي طبيعة التطور في المنطقة العربية بشكل عام ليس في فلسطين يعني بشكل عام دائما الرجل هو المتقدم نعم طبعا هذه لأسباب اجتماعية لأسباب تراثية لأسباب دينية ولكن في الأجزاء الأخرى يعني بعد مي زيادة وبدأ فيه طلاقة كثيرة من النساء اللي أيضا يعتبروا من الرائدات ومن الرواد الفلسطينيين مثلا أذكر كلثوم عودة كلثوم عودة كانت نسميها مديرة الاستشراق الثقافي العربي في الأدب الروسي حيث ذهبت إلى روسيا وبدأت تدرس وتعلم وكانت صديقة إلى مؤسس الاستشراق كراشكوفيسكي الروسي الذي كان موجود ومؤسس الاستشراق في العالم العربي وكانت تساعد في كل أبحاثه استاذ السامة هذه الشخصيات وهذه الأسماء الكثيرة واللامعة التي جمعها كلها الاستاذ جهاد أحمد هل هي موجودة ضمن الذاكرة الفلسطينية أو دعنا نقول بشكل أفضل وأدق ضمن المناهجة الفلسطينية لكي يعلم هذا الشاب الفلسطيني الذي كان سواء في فلسطين أو خارجها في المخيمات أو حتى في الغربة خارج الوطن العربي أو في الوطن العربي هل يمكن أن تصل إليه مثل هذه الأسماء من خلال المناهج من خلال المتابعة البحث وغيره موضوعيا لا هناك أسباب موضوعية بسياق الحديث أنه بعد النكدة توزع بناء الشعب الفلسطيني إلى منافي المهجر والدول العربية القريبة سوريا لبنان الأردن ومصر الأبناء الشعب الفلسطيني أسكنوا أو سكنوا في مخيمات لاحقاً فطبيعة المناهج التعليمية تختار على الدول المقيمة فيها وأيضاً المدارس الأنروة التي تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يقرروا مناهج معتمدة من الأونسكو فيما تعلق في العلوم الأحياء الفيزياء البيولوجيا الأخيرة الهندس الجبر أما مادة التاريخ أو علوم الاجتماعية التي تعنى أو الجغرافيا البلدان فكل أبناء فلسطين سكنوا في بلد يدرسوا مناهج تلك البلدان إلى أن عادت أيضاً يعني بعد اتفاق أوسلو بمعزل وإحنا بالصدد الحديث عن السياسة تقليم هذا الاتفاق تجهد وزارتي للتعليم الفلسطيني لاستحداث مناهج بتقديري حتى اللحظة الشخصيات الروادي التي اضطر إلى الباحث الأستاذ جهاد صالح لم تدخل من هذه المناهج ومن هنا يعني يوجه نداء بضرورة ليس أن تتبنى وزارة التعليم الفلسطيني إنما على وزارات التعليم العربية بشكل عام الإضاءة ولو بشكل موجز عن جيل الرواد أيضاً ليس في فلسطين إنما في كافة البقاء حتى يكون لدينا بين مززوجتين وحدة ثقافية عربية إلى جانب الوحدة المعلومات جميل جداً إذا سمحت لي بهذه القضية أنت سبقت السؤال المركزي أنه لماذا هذه الموسوعة؟ هذه الموسوعة هي رد على ما فعلته نكبة 48 بالشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني كان عنده كثير من هؤلاء الرواد وكثير من هؤلاء المبدعين وكثير من هؤلاء الذين اختلطت حياتهم الذاتية بمشروعهم الوطني وبمشروعهم الثقافي وبمشروع تأسيس الهوية الوطنية الفلسطينية من هنا جاءت أهمية التركيز على أولئك الرواد التي تمترسوا خلف الجسر الثقافي والحضارة الإنسانية لكي يثبتوا حقيقتها بعد صدور الموسوعة يعني مسموح للإنسان أحيانا بعد صدور هذه الموسوعة أصبح هناك توجه بداخل الفلسطين أنا قبل هذه الموسوعة أيضا عملت موسوعة الرواد المقدسيون في الحركة الفكرية والأدبية هذه فقط عن الرواد المقدسيون الذين ساهموا وهم جزء من هؤلاء الرواد وبمناسبة اختيار القدس عاصم للثقافة العربية وصدر هذا الجزء صدر في فلسطين وصدر بالجزائر وصدر بالمغرب كل وزارة الثقافة أصدرته وبدأ التفكير بأهمية العودة إلى الرواد هؤلاء بدراسات وأبحاث موجودة الآن بعد صدور هذا الموسوعة وهذا التكريم الذي حصل إلي هو بصراحة ليس تكريما إلي بل هو تكريما لهؤلاء الرواد لأنه أول واحد يحكي عن هؤلاء الرواد وجائزة الحرية التي أخذتها بفلسطين هي جائزة لهؤلاء الرواد وليس إلي بدأ التفكير الآن بإعادة إحياء والاحتفال بهؤلاء الرواد وبطباعة أعمالهم وبطباعة بصماتهم التي تركوها للشعب الفلسطيني وللأسف بدأت تتشكل لجان الآن لجان لا أقول إنها السلطة وراها أو السلطة بالشعب بدأ بالفعل تتشكل هناك لجان لإعادة الاعتبار لهؤلاء الرواد طبعاً في قسم كبير منهم بحكم وجودهم التاريخي وبحكم فعلهم استطاعوا أن يصبحوا معروفين لدى القارئ ولكن في قسم كبير جداً من هؤلاء الرواد لم يكنوا معروفين حتى ضمن الثقافة الفلسطينية أيضاً تحدثت عن إحدى الشخصيات وهي شخصية جمال الحسيني وهو الشخصية الذي لعب دوراً كثيراً في الحركة الوطنية الفلسطينية لو تحدثنا عن هذه الشخصية أيضاً الشخصية جمال الحسيني هي شخصية سياسية أكثر مما هي شخصية أدبية ولكن رغم كل ذلك هو أول من أصدر ثالث كتاب روائي صدر بفلسطين من قبله وأنا ركزت على هذه الناحية رغم أنه أنا يعني بهذا الجانب لا أريد أن أدخل بالسياسة طبعاً هذا موضوع مستقبلي أنه أنا بدي أعمل كمان موسوعة للرواد السياسيين بفلسطين من البداية حتى النهاية لكن هذا مخليه على الجانب شوي لكن أنا أخذت الجانب الرواي هذا ثالث من كتب الرواية في فلسطين بغض النظر أنه هل هي رواية أو ليس رواية حسب المفهوم الجديد ولكنه هو الذي كتب وكان هو زعيم حزب الاستقلال ولعب دور كبير جداً في السياسة الفلسطينية وليس في الفكر الفلسطيني وليس في الثقاف الفلسطينية طبعاً كما سوف يكون هناك استكمال هذه الآن الأجزاء تتحدث من عام 1829 ربما إلى عام 1917 17 الاستكمال من 1917 إلى 1930 ستسألني لماذا 30؟ لأنه أنا كان الهدف من كتب بفلسطين قبل نكبة 48 بعد 48 طبعاً في ناس اللي ولد بال30 أصبح عمره 18 سنة بال48 يعني كتب بالبداية بعدين انتقل إلى عالم مجهود هي ما أخذتنا إلى النكبة الفلسطينية عالم مجهود لا نعرف أين راحين الشعب الفلسطيني لا يعرف أين رايح الشعب الفلسطيني فقد كل بناء الثقافية والفكرية وكل شيء وتوزع إلى المخيمات وإلى المهاجر وإلى المنافع إلى هنا أنا أريد أن أصل للجهة 48 30 هو من كتب في فلسطين هذا العنوان الأساسي بعدها بصير مفهوم آخر لا أعرف إذا أستطيع أن أكمل أو لا اللي هو عالم المنافي وعالم التشرد وعالم الاحتلال وبين الضفة الغربية والأردن وغزي ومصر جميل جداً إن شاء الله سوف تكمل أكيد دائرة الثقافة والإعلام الاستمرارية في دعم مثل هذه المنسوعة أنا بهذه المناسبة يعني تسمح لذاتي نيابي يعني للإخوان بدأت الثقافة والإعلام إنه مش على مستوى الأفراد عم مستوى مؤسسات أكاديمية جامعات كبريات المؤسسات الإعلامية إذا أرادت أن تستفيد من الكتاب دائرة الثقافة والإعلام تؤمن إهداء لإلون وتتنازل عن حقوق الطباع والتوزيع في البلدان العربية لأي مؤسسة تريد ذلك جميل 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 من أجل تعميم مثل هذه المبادرة لأنه قيمة أي فكر أو أي معلومة أنها تتعمم جميل جداً هذه الغرض التي من أجله وجدت جميل جداً أنا أشكرك جزيلاً شكر أستاذ جهاد أحمد صالح حقيقةً على هذا الجهد الكبير الذي بدلته خلال 12 عاماً والـ 12 عاماً لم تنتهي من خلال هذين الجزئين وإنما سوف تستمر بالبحث وتقديم المزيد حقيقةً لهذه الثقافة العربية والثقافة الفلسطينية بشكل خاص شكراً جزيلاً لك على هذه الموسوعة ونتمنى لك التوفيق دائماً أستاذ جهاد أنا أشكركم على هذه الاستضافة ولكن قبل أن أشكركم أريد أن أشكر دائرة الإعلام والثقافة التي تبنت طباعة هذا الإعلام سائر على نهج سمو الشيخ سلطان القاسمي الذي يرعى كل إنتاج وطني وإنتاج قومي في الوطن العرب شكراً جزيلاً لك أستاذ جهاد شكراً لك أستاذ جهاد شكراً لأستاذ جهاد شكراً لكم مشاهدين الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء شكراً لكم 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 شكراً لكم